منذ تولت حكومة نتنياهو المتطرفة مقاليد الحكم قبل نحو شهر ونصف وانتهاكات الاحتلال واجراءاته التصعيدية بحق الفلسطينيين تتفاقم في مناطق القدس والضفة الغربية وغزة الى جانب التوتر الشديد الذي يجري داخل المعتقلات تصعيد يقرأ فيه محللون فلسطينيون سعي الكيان المحتل الى تفجير الاوضاع في الساحة الفلسطينية بتصعيد متواصل ومتصاعد تشعل حكومة تل ابيب المتطرفة الساحات الفلسطينية باكملها هجمة ضد الاسرى واخرى ضد القدس فيما طيرانها لم يتوقف عن قصف غزة عدة مرات خلال الاسابيع الماضية اما الضفة الغربية فمناطقها كافة صارت مستباحة لاعتداءات جيشها ومستوطنيها في المقابل لا يقف الفلسطينيون مكتوفي الايدي ففي وقت تشتعل الحالة النضالية بالتصدي لعدوان الاحتلال بالضفة الغربية بشكل يظهر وكأنه استكمال لمقاومة المقاتلين الجدد الذين ظهروا العام الماضي سيما في جنين ونابلس وتمددوا الى مناطق اوسع في شمالها ووسطها وجنوبها يتصدى المقدسيون بالعصيان والاضراب وقبلها بالعمليات الفدائية لهذا الصلف الاسرائيلي اما في غزة فالمقاومة ترد الصعب الصعب والضربة بالضربة لكل فعل رد فعل لا يمكن تجنب نتائجه وبالتالي فانما تقوم به اسرائيل من ممارسات وسياسات عنصرية وارهابية ضد الشعب الفلسطيني سواء كان في السجن الصغير في المعتقلات الاسرائيلية او في السجن الكبير في الاراضي المحتلة حيث تجري عمليات الاعدامات الميدانية في الشوارع وهدم المنازل ومصادرة الاراضي بين السجن الكبير والسجن الصغير لا تختلف الامور كثيرا ففي المعتقلات لم تتوقف استهدافات حكومة الاحتلال للأسرى بنكفير الذي يقود حملة ضدهم منذ تسلمه وزيرا لما يسمى بالامن القومي اسهم في تفجر الاوضاع الامر الذي دفع بالاسرى لاعلان متسلسل للخطوات الاحتجاجية بدأت قبل اسبوع وستنتهي بالاضراب الكبير مع الاول من رمضان المقبل نحن ندعو الى تحويل هذه الازمة التي تحاول ان تخلقها لنا دولة الاحتلال بان نحولها الى فرصة وان نكون نحن من يعمق ازمات الاحتلال وما اكثرها ان نعمقها اذا كان اراد بنكفير ان يشعل نارا او بؤرة نار يسيطر عليها داخل السجون كما كان يعتقد يجب ان يشعل الشعب الفلسطيني الف بؤرة نار في كل مكان لتكون ازمة الاحتلال في كل ارجاء الوطن يحذر محللون عسكريون لجيش الاحتلال من الانفجار الكبير في رمضان المقبل المستويات السياسية والعسكرية في تل ابيب بدأت باعداد سيناريوهات للتعامل مع هذا الانفجار المتوقع فيما يقول محللون فلسطينيون بان الاحتلال بدلا من خفض تصعيده على نحو يسهم في عدم تفجير الامور يزيد من عدوانه ويرمي كل اعواد الثقاب فوق كومة القش المشتعلة اصلا بوقود تطرف الحكومة التي يقودها بنيامين نتنياهو من مدينة رمضان المحتلة حافظ ابو صبرا رؤيا